موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي الأعزاء المشاهدين والمتابعين لقناة منارة العلم إنجليش فوريو أهلا ومرحبا بكم في لقائكم المتجدد مع قناة منارة العلم إنجليش فوريو والنهاردة عايزة أقول لكم كل سنة وإنتوا طيبين كل سنة وإنتوا طيبين عشان الأيام المباركة اللي إحنا فيها دي والعيد داخل علينا بعد أيام وكمان عشان هبدأ النهاردة أشرح لكم المنهج الجديد منهج تلتة سنوي فببارك لكل حد داخل تلتة سنوي وبقول له ربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم جميعا إن شاء الله تحققوا فيها اللي إنتوا بتتمنوا وتحققوا هدفكم وتفرحونا وتخشوا الكليات اللي إنتوا بتتمنوها وفي الأول وفي الآخر إحنا هنستعين بالله وهنجتهد وبعد كده الأسباب والنتيجة دي بقى على الله سبحانه وتعالى هنرضى بعد كده بالمقدر لنا لأن دايما إرادة ربنا بتكون أحسن من اللي إحنا بنتمناه بس يا رب المحظوظ فينا اللي تكون إرادته متوفقة مع إرادة ربنا ويحصل نفس الحاجة اللي هو بتتمنها وتكون هي دي فيها الخلي ربنا يسعدكم كلكم جميعا هنبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب وهنقول يونت 1 للصف الثالث السنوي دفعة التابلت 20-21 يونت 1 اسمه writers and stories بالمناسبة المنهج هو هو منهج السنة اللي فاتت كل التغيير اللي طرأ اللي هو الوحدة الثالثة والوحدة الثالثة ما الغيين والقصة للاطلاع فقط يعني مش هيجي يسألك في القصة بس أنت تقراها عشان تخرج منها بكلمات ممكن تجي لك زي ما أنت متعود من أولى سنوي يسألك مثلا فيها في باراجراف أو إزاي أو تتكلم مثلا عن ما كان فيها أو حاجة فإقراها للاطلاع فقط يعني مش أكتر من كده وطبعا زي ما قلنا الوحدة الثالثة والوحدة الثلاثة الثلاثة منغية فأنت هتدرس السنة دي 16 وحدة بدل 18 وحدة طيب اليونت 1 اسمه writers and stories writers and stories يعني إيه؟ يعني كتاب وقصص بنقول الصف الثالث السنة ويونت 1 نظام حديث شرح نواتج ومخرجات التعلم 20 و 21 يعني إيه؟ يعني إحنا هنشرح بطريقة مختلفة إحنا هنحلل كل كلمة عندنا في المنهج نشوف الفروق اللغوية بتاعتها نشوف الكلمة المساوية للمعنى نشوف الكلمة العكسها نشوف الـ expression ده باستخدمه في ايه نشوف الزمن دهجه هنا ليه وهكذا كل حاجة هاخدها مش هسيب أي حاجة خالص ليه عشان لما يجيلي في الامتحان هو ما بيجيب ليش من برا المنهج هو الكلام بيجي من المنهج بس لافف حوالين المنهج بمعنى ممكن تشوف كلمة انت ما شفتهاش عندك في المنهج بس كان عندك عكسها في المنهج او كان عندك استخدامات لحاجة مشابهة لها في المنهج فالمفروض ان انا لما شوف كلمة مشابهة اروح ادور على الحاجة اللي شبهها عشان اعرفها او لما شوف كلمة اجيب العكس بتاعها يبقى هجيب الحاجات المساوية لها في المعنى واجيب العكس بتاعها وهكذا هو دي طريقة الشرح اللي احنا هنشرح بيها ان احنا هنفسس كل حاجة عندنا في المنهج هنبدأ ونقول يونت وان وتو الفوكابلوري وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم ياحياء حقي رحياء حقي ده كان اديب وكان كاتب قصة والقصص بتاعته تعملت افلام وهو كاتب مشهور جدا بيقول لي ان ياحياء الحقي ده اتولد 1905 وتوفى 1992 يعني تولد 1905 وتوفى 1992 طيب تعالوا نشوف التكست اللي معي او الباسج او الباراجراف بيقول ايه بيقول طبعا احنا الاول هنقرأ وانتو اسمعوا اسمعوا النطق الصح اسمعوا الكراءة الصح هنقرأ ومن الكراءة انتو بقى وانتو بتقرؤوا برضو معي الكتعة الباسج عندكم على الشاشة وهتسمعوا خلاص ده هو المفوض كده بعد ما هنقراها هنبعت ناخد بعد كده كل باراجراف فيها حتة حتة هو كأنه ازاي هناخد كل باراجراف فيها وحتة حتة ونبتدي نشرحه ونبتدي نقول معناب العربي وكل كلمة فيه وده ليه وده عشان ايه ونعرف الفوكابري ونعرف كل حاجة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم يحيا حقي يحيا حقي ميش هنترجم دلوقتي خالص هنسمع بقيت الليسنينج وبعدين نرجع نشوف الترجمة في 1929 هنبدأ في كاريره كميش وقد عمل في مجرد لكثير من 20 سنوات الوقت الذي كانت في فرنسة إطالي توركي وليبيا أعطيه أعطيه ثم يستخدمه في كتابه وفي الوقت كما كانت عمل حقي كانت أيضا كتابات His first short story, published in 1925, established him as one of the great short story writers of the Arab world. Haqqi always wanted to help poor and disabled people. In 1955, he wrote a collection of short stories about the poor and the disabled, which won an important price. One of his novels, The Postman, was made into a film in 1992. He had to go to hospital after an earthquake in Cairo, but gave his bed to a poor person who thought needed it more. Haqqi wrote in a new way about Arab society and customs in the 20th century. Haqqi was also interested in the Arabic language, and he developed a new style of writing which is respected today, as well as writing his own novels and stories. Haqqi also translated Russian, French, Italian, and Turkish literature into Arabic. He was a very strong believer in the power of books, and he supported many young Egyptian writers. Haqqi died in 1992, but is still so to us, the father of the modern short story and the novel in Egypt. طيب كده انا خلصت الكتعة بتاعتي قرأتها. تعالوا نشوف الفوكابلاري المفهود اللي انا عرفه وبعدين هروح اترجم كتعة كتعة في الكتعة. بيقول لي Be a believer in معناها مؤمن بي Be a believer in مؤمن بي Have a belief لديه اعتقاد Have a belief لديه اعتقاد Believe in يؤمن بي Ask for opinion يطلب رأي أو بيسألك عن رأيك يعني Email attachment مرفق مع البريد Above average فوق المتوسط At the same time في نفس الوقت Graduate in law يتخرج في القانون Give me a headache يسبب لي صداعا It's still of It's still sort of us ما زال ينظر إليه أو ما زال في الزاكرة يعني Typical of له نفس الصفات typical Typical of له نفس الصفات مشابه جدا يعني بتسوي as وبتسوي like Work for يعمل لدى Write for يكتب لي Send for يشكر على Available for متاح لي Adjust أو Adapt معناها يتأقلم على أو يتكيف Adjust أو Adapt معناها يتأقلم على أو يتكيف At midnight في منتصف الليل As far as I am considered على حد علمي As far as I am considered على حد علمي I'd say that في رأي I'd say that في رأي First price As in الجائزة الأولى فيه The lights went out انطفأت الأنوار Since the age of منذ سن كذب As well as writing بالإضافة إلى الكتابة As well as writing بالإضافة إلى الكتابة Be made into يتم تحويله إلى Be made into يتم تحويله إلى Establish him as تجعل له مكانة مرموكة Establish him as تجعل له مكانة مرموكة Expert on أو in أو at يعني خبير في Expert بتاخد معها حرف الجر on أو in أو at يبقى خبير في Translate from into يعني تترجم من إلى Translate from Arabic into English مثلا Type onto يعني يطبع على Compete with يتنافس معه جاية من Competition منافسة وCompete with يتنافس معه Give in يسلم شيء باليد Get confused يتحير أو يرتبك Tolerance أو towards Tolerance Tolerance Toward يعني متسامح تجاه Tolerance Toward يعني متسامح تجاه Revise يعني يراجع Revise جاية من Revision اللي هي المراجعة فRevise يراجع Customary يعني معتاد Customary معتاد Fashionable أو Stylish يعني على الموضة Short stories يعني قصص قصيرة Short stories قصص قصيرة Editor محرر صحفي Editor محرر صحفي Author مؤلف Interrupt يترجم أو يفسر Interpreter يترجم أو يفسر Interpret يترجم أو يفسر Interpret يترجم أو يفسر Politician يعني رجل سياسة Journalist صحفي Postman ساعي بريد Secretary يعني Secretaria Secretarial يعني أعمال متعلقة بالسكرتارية أو متعلقة بالسكرتارية مصر أو ملح Traditional تقليدي Achievement إنجاز Article مقالة Fiction الأدب القصصي أو الخيال اسمه Fiction اللي هو جاي من خيالي Fiction Create يخلق Create يخلق Deliver يوصل جاي من Delivery Delivery يعني توصيل خدمة Delivery يقول لك تأكل Delivery ف Deliver يوصل Graduate يتخرج أو خريج Graduate يتخرج أو خريج Career الحياة العملية Operating يعني فرصة Organization يعني منظمة obey rules يعني يطبع القواعد Literature يعني الأدب Arab Culture الثقافة العربية Experience يعني يجرب أو يعاني وExperience برضو بتيجي بمعنى خبرات وتجالب The Disabled المعوقين The Disabled المعوقين Disability يعني إعاقة Disability يعني إعاقة Block of Let's عمارة سكنية Society مجتمع Lower محامي Headache صداع Ending نهاية Handle أو Deal With معناها يتعامل معه Handle أو Deal With يتعامل معه Skills مهارات Skills مهارات Tools أدوات Tools أدوات Retire يتقاعد Retire يتقاعد Clorent متسامح Survey إحصائية أو استطلاع رأي Service إحصائية أو استطلاع رأي Behavior سلوك Behavior سلوك Behavior سلوك Collection مجموعة Collection مجموعة Behavior مؤمن Behavior مؤمن Routine الروتين اليومي Attachments مرفقات Midday منتصف اليوم Customs It is a أو The معناها عادة Publisher ناشر Publisher ناشر Average متوسط Insist On يصر على Old Fashioned موضة قديمة Fashionable على الموضة يبقى Fashionable على الموضة Old Fashioned موضة قديمة Believes معتقدات Disabled معوق Establish يؤسس أو يثبت أو يرسخ Low Canon Pointer رائد Style Sloop Attachment مرفق Average متوسط أو معدل Believer يعني مؤمن Collection مجموعة Confused مرتبك Costume عادة Disabled معاق District منطقة أو حي Establish يرسخ أو يؤسس Insist يصر Low قانون Midday منتصف النهار Old Fashioned يعني تراث قديم Pointer يعني رواد Poetry يعني الشعر Publisher يعني ناشر Routine Routine الروتين أو النظام المعتاد Secretary Secretaria Style اسلوب Career مهنة Culture ثقافة Develop يطور أو يتطور Diplomat Diplomat اللي هو Diplomacy Earthquake اللي هو زلزال Experience اللي هي تجارب أو خبرات Graduate يتخرج أو خريج Interested مهتم Literature اللي هي الأدب Respected محترم Society مجتمع Support يساند أو يدعم كده احنا Arena Text و Arena vocabulary وعرفنا معنا كل كلمة تعالوا نروح للتيكست ونطبق على كل حاجة خدناها طيب هناخد التكست هناخد paragraph paragraph ونشوف أول حاجة بيقول إيه يحيا حقي was one of the pointers of modern Egyptian literature يعني إيه الكلام ده يعني يحيا حقي كان واحد من رواد الأدب المصري الحديث خلاص يبقى one of the pointers of modern Egyptian literature يعني واحد من رواد الأدب المصري الحديث as well as being an important writer بالإضافة إنه كان كاتب مهم هو كان عنده خبرة في الأدب العربي يحيا حقي was born in 1905 يحيا حقي تولد في 1905 في منطقة السيدة زينب في منطقة السيدة زينب بالكاهرة هو اتخرج من القانون أو من يعني من كلية القانون واشتغل لفترة بسيطة كمحامي طيب دي كده ترجمة القطعة اللي عندي الحتة الصغيرة دي تعالنا نشوف بقى الحاجات اللي عليها خط دي طلعنا منها طيب one of one of دو بيجي بعديها اسم جمع بس الفعل مفرد ناخد بالنا من التركيبة دي one of بيجي بعديها اسم جمع بس فعل مفرد عشان لما تجيلي في الفوكابلري أو في اللي تشوز فبقول one of the girls is mona ها يبقى جيب بعديها اسم جمع ولكن الفعل مفرد مقلش one of the girls are mona لأن هنا الاس دي عيدة على mona اللي هي الفعل المفرد أو الاسم المفرد إنما بقول واحدة من البنات تكون mona مش يكونوا لأنها بقول واحدة من البنات تكون mona يبقى one of هيجي بعديها اسم جمع زائد فعل المفرد طيب modern Egyptian literature دي يعني الأدب المصري الحديث يبقى الأدب المصري الحديث modern Egyptian literature يبقى الأدب المصري الحديث طيب as well as as well as بيجي بعديها gerant يعني بيجي بعديها verb plus ing as well as بيجي بعديها verb plus ing expert يعني عنده خبرة بيجي بعديها in أو on أو at يجي بعديها in أو on أو at وبتبقى بنفس المعنى بمعنى عنده خبرة فيه دي بتريحني جدا لأنها بتاخد الثلاث حروف جر expert in أو on أو at طيب expert دي بتسوي في المعنى ايه؟ بتسوي skilled يعني عنده مهارة بتسوي experienced يعني talented يعني موهوب يعني زو خبرة عنده مهارة موهوب يبقى expert بتسوي skilled بتسوي experienced بتسوي talented تمام؟ طيب عكسها بقى in expert يبقى expert عكسها in expert هعكسها بإن أنا أحط i-n قبليها يبقى expert عكسها in expert خلاص وممكن برضو اللي هو بيتقال عليها عديم الخبرة أو أقول عليها إن هو إيه؟ جاهل عديم الخبرة أو إيه؟ أو جاهل طيب born in born in يجي بعديها مكان أو سنة يقام أقول born in cairo أو born in 1905 مثلا إنما born into يبقى أنا بتكلم هنا على الأسرة بتاعته born into يجي بعديها أسرة يبقى born in هيجي بعديها سنة أو مكان إنما born into يجي بعديها أسرة district district يعني حي سكني طيب هنا بقى special difficulties إيه الفرق بين district والفرق بين area والفرق بين region عايزين ناخد الفرق بين district و area و region قال لي district دي حي سكني district حي سكني ما كان فيه عمرات وما كان بنسكن فيه area ده جزء من المدينة area ده جزء من إيه من المدينة يبقى ده حي سكني إنما ده جزء من المدينة region منطقة بلا حدود region منطقة بلا حدود district يعني حي سكني area يعني جزء من المدينة region يعني منطقة بلا حدود graduate ممكن يجي معاها graduate from أو graduate in أو graduate of أو graduate with is طيب graduate from بيتخرج من جامعة يعني graduate from kairo university تخرج من جامعة الكاهرة graduated from عن شمس university تخرج من جامعة عن شمس graduate in يبقى المجال اللي بيتخرج منه فأقول graduated in low خلاص graduate of خريج جامعة كذا خلاص طيب as معناها مثل أو كا و دي بيجي بعديها دايما وظيفة أقول كذا as كذا بيجي بعديها وظيفة like يعني مثل بس بيجي للحاجات المش محببة يعني لو هشبه بني آدم بمسلا حمار sorry في اللفز يعني اقول له he looks like a donkey هو مثلا ما بيفهمش فأنا بيسبهه بالحمار فلايك بيجي في الحاجات اللي بشبه حاجة بحاجة بس الحاجات مش محببة يعني بيبقى فيها زم أكتر منها متح such as اللي هو بقى يعني بتسوي تيبكال شبيه قوي يعني طيب تعالي بقى نشوف الملخص اللي احنا تكنمنا عنه اهو يحيى حقي was one of the pointers of modern Egyptian literature اهو one of بيجي بعديها اسم جمع زائد فعل مفرد بيجي بعديها اسم جمع زائد فعل مفرد فقلت one of the girls is mona modern Egyptian literate يعني الادب المصري الحديث يبقى literator اللي هو الادب والمصري اللي هو ايجيبشن احنا اتفقنا مرارا وتكرارا الموصوف في الانجليزية بيجي قبل الايه الصفة اه بيجي بعد الصفة فهنا الموصوف هو الادب جات قبليه الصفة اللي هي ايجيبشن تمام as well as اهو خد ing g او un او at معناها خبرة بتسوي بتسوي انما عكسها وبرضو عكسها اللي هو جاهل يعني اه عرب اه هنا اه جاية ايه اه اللي هو الادب العربي خلاص انما في عربك اللي هي مادة اللغة العربية مادة اللغة العربية اسمها عربك انما انما باجي اوصف حد عربي فبقول عرب عرب دي هنا جاية صفة وبيجي بعديها اسم born into زي ما اتفقنا بتاخد سنة او مكان born into بتاخد اسرة district زي ما اقولنا حي سكني area جزء من المدينة region منطقة بلا حدود graduated from يعني يتخرج من جامعة graduated in يعني يتخرج في مجال معين graduate of خريج جامعة كذا graduate ويز يتخرج بشهادة في كذا وزي ما قولنا آز بيجي بعديها وظيفة انما لايك بيجي مثلي بس للحاجات المزمومة او مش للمحبوبة يعني وساطش آز معناها جزء من كل نشوف البراجراف التاني بيقول لي in 1929 he began his career as a diplomat and he worked aboard for more than 20 years يعني في سنة 1929 هو ابتدى حياته العملية عمل كديبلوماسي بالخارج لمدة عشرين سنة The time he had spent in France, Italy, Turkey and Libya الوقت اللي أضى أضى فين بقى في فرنسا وإيطاليا وتركيا وليبيا gave him experience ادى له خبرات he later used it أو he later used in his writing الخبرات دي هو استخدمها مؤخرا في كتاباته At the same time as he was working في نفس الوقت حقي was also writing stories في نفس الوقت هو كان بيشتغل دي بلوماسي بس في نفس الوقت كان بيكتب قصص His first short story published in 1925 أول قصة قصيرة كتبها إتنشرة عام 1925 Established him as one of the great short story writers of the Arab world بلاء عليها اتأسس أو اترسخ في الأزهان يعني أن يحيى حقي من أعظم كتاب القصة القصيرة في العالم العربي Arab world عالم عربي مش عربي اللغة اللغة Arabic إنما دي صفة عالم عربي حقي always wanted to help poor and disabled people حقي كمان عايز يساعد الناس الفقرة والناس المعدومة أو اللي ما عندهاش طيب تعالوا نشوف career معناه الحياة العملية للفرض يبقى career حياة عملية للفرض طيب إنما profession معناها مهنة بتحتاج لمؤهلات وتدريب زي مثلا التدريس والطب وكده يبقى profession دي مهنة هتحتاج لمؤهلات وتدريب زي التدريس والطب إنما career حياة عملية للفرض طيب work معناه العمل أو مكان العمل يعني العمل أو مكان العمل معناها work وهي لا تعد هنا ممكن إن أنا أقول works وابقى مقصد بها هنا الأعمال الهندسية أو الأعمال الموسيقية أو الأدبية وساعتها بتتعد يبقى work عامة ما بتتعدش وبيكون معناها العمل أو مكان العمل إنما لو قلت works إن أنا هعدها فبقصد بها هنا أعمال هندسية أو أعمال موسيقية أو أعمال أدبية أو أعمال وظيفية طيب أي وظيفة أو عمل بقول عليه job أي وظيفة أو عمل بقول عليه job طيب أي اسم هيجي لك يبقى تختار بعدي job تمام؟ يبقى الحياة العملية للفرض بختار career المهنة اللي هتحتاج لمؤهلات وتدريب زي التدريس زي الطب بقول profession المكان بتاع العمل أو العمل هقول عليه work ما بيتعدش إيه المكاء الwork لو اتعدت وبقت اسمها works يبقى كده بقصد بيها أعمال هندسية وموسيقية آآ الوظيفة أو العمل بتبقى معناها job وطبعا هي اسمي يعدية ممكن أقول job وممكن أقول jobs يقصد بيها عمل أو وظيفة طيب أخلي برضو باني هنا special difficult كلمة abort وبرود وأبورد وبورد نخلي بنا من بتاعتهم الأولانية خالص اللي هي بورد صبورة بقول white board black board اللي هي الصبورة abort يعني علامة برود يعني عريض عبورد يعني في الخارج ودي مهمة جدا بيجبها كتير في الأسئلة يبقى بورد يعني صبورة abort يعني علامة برود يعني عريض abort يعني في الخارج experience اللي هو زي ما قلنا تجربة تجربة يبقى عنده خبرة او عنده تجربة انما اللي هي فيها اس اللي هي بتعني نشاط او حدث تعني نشاط او حدث انما اللي ما بتتعدش بتعني هنا خبرة وتعني احداث في فترة خبرة واحداث في فترة publish ينشر spread ينتشر publisher نشر publish ينشر spread ينتشر publisher نشر come out يظهر للناس able to قادر على able to قادر على able to قادر على بتساوي able body اللي هو يعني جسم سليم جسم سليم قادر مش معاك يعني ما عندوش اعاكة enable غير قادر على enable غير قادر على غير قادر على فعل شيء disabled معاك او عاجز بدني disabled معاك او عاجز بدني اهو عندي الكتعة قدامي وقدامي الحاجات ملخصة هي نفس ما احنا قلنا كارير حياة عملية للفارد profession هي مهنة تحتاج لمؤهلات وتدريب زي التدريس والطب work بيبقى معناها العمل او مكان العمل ما بتتعدش works لو هعدها يبقى هتبقى معناها عمل هندسية او موسيقية job او عمل بيبقى معناه يعني وظيفة بيبقى معناها job او وظيفة او عمل بيبقى معناها job ودي طبعا اسم بيعد abroad 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 صبورة وعلاماتنا وعريض وفي الخارج واخلي بني منهم experience يعني تعد وتعني نشاط او حدث اللي هي بالاس انما experience اللي هي من غير اس بتاعني تجربة او خبرة ودي ما بتتعدش وبتعني الاحداث في فترة يعني احداث في فترة معينة سقالتني او اديتني خبرة publish yanshul spurt yanshashir publisher nashir come out يظهر للناس able to على او قادر على enable غير قادر على فعل شيء disabled معاق او عاجز بدني able او able body يعني قادر على طبعا disabled دي عكسها handicap اللي هو برضو معاق القطع اللي بعد كده البراجراف التاني in 1955 he wrote a collection of short stories about the poor and the disabled which won an important price يبقى في سنة 1955 هو كتب مجموعة من القصص القصيرة عن الفقرة والناس المعاقين والغير القادرين يعني اللي اخدت جايزة مهمة جدا one of his novels the postman واحد من القصص بتاعته القصيرة ودي تعملت فيلم كانت رجل البسطة يعني او رجل البريد the postman was made into a film تعملت فيلم in 1992 في 1992 he had to go to hospital كان المفروض انه هو هيروح المستشفى after an earthquake بعد ما حصل زلزال in Cairo but gave his bed to a poor person who sought needed it more بس هو ادى السرير بتاعه لراجل فقير ومراحش لانه كان ظنا منه ان الراجل الفقير ده هو محتاج السرير في المستشفى دي عنه haki wrote in a new way about arab society haki كتب باسلوب جديد وبطريقة جديدة عن المجتمع العربي and customs in the 20th century كتب عن المجتمع العربي والعداد بتاع المجتمع العربي في القرن العشرين haki was also interested in the arabic language haki كمان كان مهتم باللغة العربية and he developed a new style واخترع كده او نمى او طور او اخترع طريقة جديدة of writing للكتابة which is respected today اللي هي محترمة متعرف عليها اليومين دول يعني as well as writing his own novels and stories اللي هي الطريقة اللي كان بيكتب بيها القصص بتاعته والروايات طبعا collection of معناها مجموعة من ولكن بستخدمها لما بتكلم عن شيء واحد بس هو موجود منه مجموعة زي طوابع البريد مثلا بقول collection من انما group of group of ده ممكن يكون group of اشخاص او group of اشياء ممكن يكون group of closes ممكن يكون group of persons انما collection of هي اشياء من نوع واحد زي كتب طوابع بريد وهكذا the poor معناها poor people the poor يعني الفقراء معرفة فمعناها poor people يعني الناس الفقيرة هي هي when يعني يفوز بجيزة خد يبالك من الفروق اللغوية اللي هنا special difficult when يفوز بجيزة او كأس او مباراة gain يكسب وزن او يعرف معنومة يكتسب وزن يكتسب معرفة يكتسب معنومة يكتسب سرعة يبقى gain earn يبقى للفلوس والمعيشة بقول earn بيت يهزم شخص او فريق يبقى وين يفوز بجيزة او كأس او مباراة gain يكسب او يكسب وزن يكسب معرفة يكتسب معنومة يكتسب سرعة earn او earn يبقى يكتسب فلوس او معيشة بيت يهزم شخص او فريق be made into film ده مصطلح معنى تحولت الى فيلم be made into film مصطلح معنى تحولت الى فيلم give up يعني يترك give up يعني يترك give out يوزع give away يمنح give up يترك give out يوزع give away يمنح هابت يعني عادة شخص هابت عادة شخص custom يعني عادة مجتمع عادة مجتمع بنقول عليها custom وتيجي بمعنى جمرق برضو يبقى هابت عادة شخص custom عادة مجتمع او جمرق ولو زودت لها er تجي بمعنى زبون طيب العادات عمتا بتساوي ايه؟ بتساوي traditional يعني تقليدي conventional execution accustomed يعني كل ده بيساوي عادة شخص يبقى العادة بتساوي traditional بتساوي conventional بتساوي instrument انما عكسها بقى unconventional تمام؟ انا كده عرفت معناهم وعرفت ايه اللي بيساويهم وعرفت عكسهم writing يعني طريقة الكتابة writing يعني طريقة الكتابة writings يعني الاشياء المكتوبة writings يعني الاشياء المكتوبة respect يعني يحترم respect يعني يحترم respected يعني محترم او متميز مهنيا بتيجي مع الوظائف يعني respectful يعني يظهر الاحترام يبقى respect يحترم respected محترم او متميز مهنيا مع الوظائف respectful يعني يظهر الاحترام اهو زي ما احنا شاهفين الكتعة قدامنا والملخصة هوا معنا زي ما قلنا collection of اشياء من نوع واحد group of اشخاص او اشياء في مكان واحد the poor بتسوي poor people when يفوز بجيزة او كأس gain يكسب وزنة او معرفة او معلومة او سرعة earn يعني يكتسب فلوس او معيشة beat يعني يهزم شخص او فريق be made into film يعني تحولت الى فيلم habit يبقى عادة شخص costume يبقى جمرق او عادة مجتمع لو زودتلها اي ار تبقى زمون traditional conventional axitomod دي كلها بتسوي عادة شخص عكسها ان conventional give up يعني يترك give out يوزع give away يمنح writing طريقة الكتابة writings الاشياء المكتوبة respect يحترم respected متميز محترم مهنيا يعني respectful يظهر الاحترام stable يعني يحترمه المجتمع يحترمه المجتمع وتحترمه الأسرة يعني تمام يبقى respect يحترم respected محترم او متميز مهنيا مع الوظائف respectful يظهر الاحترام respectable يعني يحترمه المجتمع اخر بقى مراجراف معايا حقي also translated russian french italian and turkish literature يعني حقي ترجم الأدب الروسي والفرنسي والإيطالي والتركي انتو عربك ترجموه من العربية he was a very strong believer in the power of books هو كان يعني مؤمن جدا او محبي جدا او يعني شايف ان الكتاب ده هو القوة يعني and he supported many young Egyptian writers هو كمان دعم مشجع كتاب مصريين شباب حقي died in 1992 هو مات 1992 but it is still sort of us بس مازال في ذهننا the father of the modern short story and the novel in Egypt هو الأب الروحي للقصة القصيرة والرواية القصيرة في مصر translate into يعني يترجم إلى translator يعني مترجم نصوص interrupter يعني مترجم فوري interrupter مترجم فوري يبقى translate into يترجم إلى translator مترجم نصوص interpreter يعني مترجم فوري a very strong believer in يعني اعتقاد قوي جدا فيه a very strong believer in يعني اعتقاد قوي جدا فيه اعتقاد قوي جدا فيه يعني مؤمن بالحاجة دي لدرجة كبيرة جدا يعني die of your mood die of your mood بسبب die out your current die of your mood die out your current is still sort of is still sort of يعني مازال في الذاكرة تعالوا بقى نشوف المصطلحات اللي هي خاصة بالأدب والقصة وكده literator يعني الأدب novel اللي هي الرواية story play tale رواية writer كاتب أوصر مؤلف novelist اللي هو كاتب الرواية play writer اللي هو كاتب المصرحي تمام؟ نقولهم تاني literature اللي هو القديم يعني novel اللي هو القصة story اللي هو novel رواية story story play play مسرحية tale رواية برضو writer 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 مؤلف القصة يعني اللي هو مؤلف الرواية أو اللي هو novel اللي هي قصة طويلة أنا مستولي قصة قصيرة يعني play writer أو play writer writer اللي هو كاتب المصرحية اهو زي ما احنا شايفين بعد كده عايزين نشوف ودو وميك ودو برضو من الحاجات اللي احنا منتلغبط فيها جامد جدا وبتجنة في الامتحان ايه اللي ياخد ميك و ايه اللي ياخدوه هنحفظهم زي ما هما كده ميك اقول make a noise يعني يصير ضوضاء make a mistake يعني يخطئ make a speech يعني يلقي خطابا make a table يعني يصنع منضدة make a arrangement يعني يكون بترتيبات make a phone call يتصل تليفونيا make a difference يحدث اختلاف فيه make a decision يعني يتخذ قرار make money او a fortune اللي هو يكون صروة يبقى fortune يعني صروة make a loss او make a profit يعني يحقق ربحة او يحقق خسارة make a choice يختار make a choice يختار make a suggestion يعني يقدم اقتراع make a promise يعني يقدم وعد make troubles يعني يسبب متاعب make friends يتخذ اصدقاء make a discovery يعني يكون بعمل اكتشاف make an achievement يعني يحقق انجاز make a journey يكون برحلة make effort يبز المجهود تعالوا نشوف دو دو اجوب يعني يؤدي وظيفة دو the homework يحل الواجب دو the housework يعني يكون بشغل البيت دو the washing up يعني يكون بغسل الاطباء دو well in يعني يؤدي بصورة جيدة دو a surgery يعني يكون بعملية احصائية يكون بعملية احصائية دو an operation يعني يجري عملية جراحية بأسر في عملية احصائية انما operation عملية جراحية دو work يكون بالعمل دو a project on يعمل بحث او دراسة عنه دو research on يعمل ابحاث على دو the shopping يتصوق دو business يكون بعمل تجاري دو things يفعل اشياء دو repairs يكون بعمل اصلاحات دو a favor يقدم خدمة او معروف دو exercise يعني يتدرب دو a quiz يحل مسبقة دو a copy يمارس هواية دو a test يمتحن نخلي بالنا منهم ونحفظهم ونتذكرهم كده معانا عشان ميكو دو برضو من الاسئلة الشاعة جدا في الامتحانات اهم تعريفات على الوحدة collection احنا قلنا معناها مجموعة من الاشياء يعني ذات الطابع الواحد زي مثلا بوكس زي مثلا طابع البريد وهكذا معناها بالانجليش a set of similar things that you keep together a set of similar things that you keep together يعني الاشياء المتشبهة اللي بتبقى مع بعض disabled معناها غير قادر او معاق فبنقول unable to use a part of his body in the way the most people do يعني مش قادر يستخدم جزء معين من جسمه زي ما بقيت الناس بتستخدمه فهو بيبقى معاق بقى في حاجة معين confused رافد يعني unable to understand something clearly مش عارز يفهم الحاجة بوضوح routine اللي هو الروتين اليومي the usual way in which you do things اللي هو العادة بقى في صنع شيء معين العادة او الطريقة في صنع شيء معين معناها routine poetry اللي هو الشعر the art of writing bombs bombs in general يعني الفن في كتابة القصائد اسمه شعر secretary type letters arranges meeting answer telephone schools يعني بيقولي اعمالي السكرتارية ان هي بتكتب جوابات بترتب لقاءات وموعيد بترد على التليفونات وهكذا insist يعني to say firmly that something is true while other things the opposite insist يعني انت بتصر على حاجة معينة يعني انت بتقول ان الحاجة دي صح في حين ان الجميع مثلا مختلف معاك وفاكر ان الحاجة دي غلط او واخد وجهة نظر مختلفة لوجهة نظرك بس انت مصر عليه develop اللي هو ينمي to make a new product or idea successful اللي هو عشان يخلي فكرة جديدة او مشروع جديدة ناجح فمعناها ينمي او يطور costume زي ما اتفقنا عادة للمجتمع فبقول something that people do in society because it is traditional يعني حاجة بيعملوها الناس في المجتمع على اساس انها عادة publisher اللي هو الناشر اللي هو person or company that produce books magazines اللي هو شخص او شركة اللي بينتجوا الكتب والمجلات achievement اللي هو apart that you fasting to something else apart that you fasting to something else اللي هو بمعنى مرفق يعني midday 12 o'clock in the middle of the day midday اللي هو نص النهار يعني الساعة 12 الظهر كده بنقول عليها midday اه كده انا اه خلصت شرح الفوكابلري بتاع unit 1 كانت هي القطعة والكلمات اللي عليها والspecial difficulties واي حاجة فصصنا القطعة حتت حتت عندي دلوقتي quiz هادي هومورك عشان تحلوه اه اول تمرين على فعل graduate بيقول لي he graduated not a degree in medicine he graduated not a degree in medicine نختار in ولا of ولا with ولا from number 2 he is a graduate not the faculty of medicine يبقى in ولا of ولا with ولا from number 3 he graduated not the faculty of medicine برضو in or of or with or from خلي بالك ان الجملة تانية كده he is a graduate يعني هو خريج من التانية he graduated يعني هو تخرج ناخد بالنا يحيى حقك graduated not a low graduated not a low تمام طيب هنحله ونشوف مع بعض ايه الصحفين i have got a lot of not to do a lot of work ولا job ولا career ولا profession a lot of work ولا job ولا career ولا profession mister kareem leaves not at two o'clock mister kareem leaves work ولا job ولا career ولا profession he has got a not as a teacher he has got a work ولا career ولا profession ولا work i have got a lot of not to do work ولا jobs ولا career ولا profession he started his not five years ago work ولا job ولا career ولا profession teaching is a noble teaching is a noble work ولا job ولا career ولا profession خلاص تعالوا نشوف التاملين التالت طيب الجملة التالتة mister ahmad is not for his marvels light reworks and his great achievements achievements respected ولا respect ولا respectable ولا respectable people seek out not professions respecting ولا respectable ولا respectable ولا respected حقي حقي نوعات of short stories but the poor and the disabled reflections ولا collection ولا selection ولا correction ياحيا حقي was a strong note in the power of books لا ولا believer ولا believe ولا reader my father does the same thing everyday he likes to have a likes to have a a route ولا work ولا routine ولا way they have just received this photo as an email post ولا achievement ولا letter ولا part the sun is at its strongest at midnight ولا mid year ولا down ولا mid day in my country it's the note for women to get married in white يبقى it's a low ولا costume ولا rule ولا regulation not many people have read any cousin's book as they as she could not find a library ولا publisher ولا bookshop ولا bookseller london london has a an note of 557 of rain each year average ولا number ولا ability ولا water camal camal did not want to tidy his room before he went out but his mother told wall order wall insisted wall said early black and white photos show people in not clothes old fashioned ancient fashioned new fashioned fashionable number eleven young people like to wear noot clothes to follow the latest fashion يبقى likes to wear old fashioned ولا old ولا unfashionable ولا fashionable number twelve your mother has a noot that children learn best by playing games relieve believe believe relieve خلوا بلكوا بصوا كلهم شباب بعد ازاي person who can't use part of his or her body is disabled ولا unable ولا unable ولا unable ولا able حكي's first novel him as one of the great short story writers of the arab world حكي qualified in noot and worked for a short time as a lawyer rule rules laws law حكي was one of the noot of modern Egyptian literature beginning beginners pointers 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 I really admire Charles Dickens as a novelist as his writing noot is in queue behavior ولا attitude ولا style conduct hmm كده ده الهومورك بتاع unit one بعد ما خدنا الفوكابلوري ابعتولي حل الهومورك واحنا هننزل فيديو تاني عن تست عن يونت وان بعض الاسئلة على يونت وان وعلى الهومورك وهنحله مع بعض بس الاول اللي بعتولي الحل بتاعكم عشان اشوف فهمتو قد ايه وحلتو ايه وبعدين هنرجع نحل الاسئلة دي كلها تاني مع بعض يا رب يكوني الشرح عجبكم ويكون طريقتي في توصيل الشرح كانت بسيطة اي تعليق اي حاجة مش واضحة ابعتولي واعدتلكم الشرح تاني وقولولي لو الشرح كده بالطريقة دي مناسبة ليكم ولا عايزين حاجة تاني وربنا يوفقكم جميعا كانت معكم منارة العلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة